النهاردة عندنا حدث غريب انا قلت لكم قبل كده اكتر من مرة وشرحت لكم الحكاة دي انه تقييم الدولار في السوق السودا بيتم بناء على السهم بتاع البنك الى هو بنك التجار الدولي هشرح حلقة تاني عشان لو ما حضرتهاش اول حلقة ما حضرتهاش قبل كده احنا بنعرف سعر الدولار في السوق السودا منين من بنك اي 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 بي ازاي امعلم بيشوفوا سعر البنك سي اي بي عنده اسهم في رسلين countries وعنده اسهم في برسة مصر فبيشوفوا سعر السهم في برسة لندن كام؟ وسعر السهم في برسة مصري كام؟ويعملوا الحسبة يقوللك الدولار بقى كام زي ما انا قلتناك انه في اول حلقة مسلا سعر السهم في برسة لندن دولار سعر السهم في بورسة مصر 20 جنيه إذن يبقى سعر الدولار في السوداء 20 جنيه ده زمان يعني أيام الزكريات الحلوة النهاردة فجأة لقوا سعر السهم في بورسة لندن دولار و 30 سنت دولار و 30 سنت زي ما هو قدامك كده هوا شوفت هوا يتم تداول شهادات إداء البنك التجاري الدولي خلال هذه اللحظات اللي هي النهاردة في بورسة لندن عند دولار و 30 سنت فيما أغلق سهم البنك التجاري الدولي في مصر في بورسة القاهرة عند مستوى 79 جنيه و 30 قرش تقسم ده على ده يطلع لك سعر الدولار 61 جنيه سعر الدولار 61 جنيه زي ما قلت لك في أول حلقة للأمانة لا يتم التعامل في السوق السوداء بهذا السعر يعني اللي بيحب يشتري ويبيع أنا كنت بعت للزملة من الأسبوع اللي فات منشورات في جروبات انتو عارفين المصريين يعني زي الفل بيشتغلوا في كل حتة كان هنا بقى زي ما قلت لكم عندنا محلات كشري وحواوش وفول وطعمية يعني تم تمصير جزء يعني من المعيشة هنا في مصر المعيشة المصريين في تركيا فكان من ضمن الحاجات دي الناس اللي بتشتغل في الفلوس فالجروبات بتاعت المصريين هنا سواء على الواسع أو الفيس لها إعلانات عايزي حاول دولار بكذا في مصر كان بـ 52 أسبوع اللي فات فأنت بتتكلم سعر التنفيذ دلوقتي في السوق السوداء 52 ونص 53 لسه مراحش عند الـ 61 لكن طالما اتعامل كده في البنك التجار الدولي توقع قريبا أنك هنروح للمستوى ده وأنا هنا برجعك لتصريحات السيسي لما قال إن أنا مش هعمل التعويم فكذين السيسي في المؤتمر اللي عمله التلات يام ده اللي هو قبل ما الناس تطالبوا بإعلان ترشيحه قالك أنا مش هعمل التعويم عشان التعويم ده أمن قوي مش عارف إيه ولو أنا عملت التعويم الدولار هيوصل 100 جنيه وأنا قلت لك قبل كده أكتر من مرة إنه الأرقام لا تلقى جزافة يعني لما حد بيلقي رقم على ودنك ده ما بيبقاش كده اعتباطا ده بيبقى نوع من أنواع مش جس النبض تعود الأذن على سماح هذا الكلام وفكرك بفيديو مصطفى بكري زمان خالص لما قالك ده إحنا لو عومنا ومشينا على صندوق النقد قبل بياخد فلوس الدولار هيبقى بـ 30 جنيه اللي هو دلاتي 30 جنيه ده ولا حاجة إذن فنحن أمام كارثة وعندنا تصريحات لمعالي رئيس الوزراء الأسبوع اللي فات عرضناها في حلقة الأسبوع اللي فات إنه سيتم الانتهاء من أزمة الصرف وطلع عليه رد عليه مش أنا رد عليه عمر قديم ولمس الحديد مراته وقالت إن دي تصريحات الاستهلاك المحلي أزمة الدولار طبعا زي ما أنتوا شايفين بتوجه بتلقي بظلالها على المشهد كله فبالتالي بتتسبب في صعوبات لشراء المواد الخام أنا عايز أقول لكم إنه في شركات كتيرة كتيرة في القطاع العام والخاص واقفة ما بتشتغلش أبدا تواصل طبعا مع ناس في مصر كتيرة في شركات في القطاع العام أقول لك الله إحنا مش شغاليه ليه يا باشا ما فيش مواد الخام طب هنعمل إيه طب هو بعدين أقول لك أنا ما نعمل لهم إيه ملناش دعوه أنا بنقبض مرتب موظفين الحكومة والقطاع العام بنقبض مرتبنا ملناش دعوه القطاع الخاص لا بقى القطاع الخاص بيوقف فبعدين بيمشي العمال مش عاقف يشتغل كان عنده ثلاث ورديات فبيشتغل وردي أو بيشتغل نص وردي